مع قرب الموعد المحدد للانتخابات يستمر الجدل حول أحقية إصدار قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر عقدها نهاية شهر ديسمبر المقبل لكن الخلافة الدائرة حالياً يتمحور حول قانون انتخاب رئيس الدولة والذي انتقل إلى بنوده وتحديداً المادة الثانية عشرة من القانون بعد خطاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري إلى رئيس مفوضية الانتخابات بتعديل المادة بطلب من 56 نائب المادة الثانية عشرة التي تشترط على المترشح لمنصب الرئيس أن يقدم من جهة عمله ما يفيد بتوقفه عن ممارسة وظيفته بشكل نهائي قبل إجراء الانتخابات بثلاثة أشهر ويرنويري في خطابه للمفوضية وجود شرط التوقف عن العمل قبل ثلاثة أشهر للمترشحين للرئاسة سيظل محل خلاف قانوني وطعن في المحاكم الليبية باعتباره يمنع شريحة واسعة من الترشح ورداً على خطاب نويري نفى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح نفى تسلمه طلباً بتعديل المادة الثانية عشرة من قانون انتخاب الرئيس حتى الآن واستبعد عضو مجلس النواب صالح فحيمة أن تأخذ المفوضية بالخطاب المنسوب للنويري والذي أثار انقساماً حاداً بين النواب مؤكداً أن الرسالة ستبقى حبيسة الأدراج مجلس النواب الذي انفرد بوضع قوانين الانتخابات اتهم أيضاً من قبل عدة أطراف اتهم بأنه وضع عدداً من المواد لصالح مرشحين دون غيرهم بعد أن سمح لحامل الجنسية غير الليبية بالترشح إذا كانوا قد تحصلوا على إذن بحملها وهو محل خلاف ورفض آخر وفي ظل عدم وجود توافق حقيقي حول قوانين العملية الانتخابية وغياب البيئة المناسبة لإجرائها هل سيقلل ذلك من حظوظ إجراء الانتخابات في موعدها المحدد؟ ترجمة نانسي قنقر